اكد محللون اقتصاديون ان ماليشيات الحوث تعتمد على سبعة مصادر في تمويل جرائمها منذ قلابها على الشرعية وتتمثل في نهب موارد الدولة الجمهورية والضريبية والزكوية ومصادرة الاراضي والودائع المسرفية اضافة الى التمويلات من مصادر خارجية ويعيش الاقتصاد اليمني اسوأ مراحله بسبب السياسات التعصفية التي مارستها الماليشيات بحق مختلف القطاعات من بينها البنوك التي قد تشهد افلاسا كبيرا بسبب القرارات الحوثية الاخيرة توقع صندوق النقط العربي ان يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4% مع توقعات بتحصن وطيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 الى 4% كما ان من المتوقع تراجع معدل التضخم للدول العربية بعد استثناء الدول التي تواجه ضغوطا تضخمية كبيرة لاصيل الى 6.8% في عام 2023 ما نسبته 6.3% في عام 2024 اغلقت الاسم الامريكية على ارتفاع بعد ان اظهر تقرير سوق العمل لشهر مايو ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد لا يرفع وسعار الفائدة هذا الشهر فيما احتفى المستثمرون بالمصادقة على اتفاق تجنب البلاد تخلفا كارثيا على سدد ديونها وارتفع المؤشر نازداك المجمع لاعلى مستوى في 13 شهرا خلال التداولات وسجل مكاسب الاسبوع السادس على التوالي في افضل سلسلة مكاسب له منذ يناير تكبدت اصعار نفط خسائر اسبوعية باكثر من 1% رغم المكاسب الكبيرة التي سجلتها في اخر جلستين والتي تجاوزت 5% وارتفعت العقود لجلة لخام غرب تكساس 1.64 دولارا اي 2.3% الى 71.74 دولارا عند التسوية